اشتركوا في القناة لكن على عكس هؤلاء هناك نجوم اخرون رفعوا شعار العمر مجرد رقم وابوا الاعتزال مواصلين مسيرتهم رغم بلوغهم او تجاوزهم سن الاربعين بل ويقدم معظمهم مستويات رائعة لذا في فيديو اليوم من قناتكم ميتس بورت سنعرض لكم تقريرا حصريا كالعادة باشهر عشر نجوم تجاوز سن الاربعين ويرفضون الاعتزال روكي سانتا كروز من باير ميونيخ انطلق مشواره الاوروبي بعد مغادرته للدور المحلي ببلاده باراغواي فابدع وتألق وفاز مع العملاق البافاري بثلاثة عشر لقب منها خمسة القاب للبونتزليجا ولقب لدور ابطال اوروبا ثم لاعب بعد ذلك لعدة اندية مختلفة مثل بلاكبيرن روفرز مانشستر سيتي ريال بيتيس مالاقا بالاضافة الى كروز ازول المكسيكي محطته الاخيرة قبل العودة لبلاده مرة اخرى عام الفين وستة عشر من بوابة نادي اوليمبيا ومعه كان حاسما في بعض المباريات الهامة كما توج معه بخمسة القاب للدور ومع بداية العام الحالي انتقل لخوض تجربة اخرى مع منافس محلي جديد وهو نادي ليبرتاد حيث ينشط حاليا بعمر الاربعين اشتهر بقدمه اليسرى الرائعة وتميز بطريقته في تنفيذ الركلات الثابتة وهو الذي بزغ نجمه مع ريجينا الايطالي ثم تألق بشدة مع الذي توج معه بالدور ثلاث مرات متتالية خلال اربعة مواسم بعد ذلك لعب في الليغة مع اسبانيول قبل ان ينتقل الى الدور الياباني وعلى الصعيد الدولي شارك في ثمانية وتسعين مباراة مع الساموراي احرز خلالها اربعا وعشرين هدفا وتوج بكأس اسيا في مناسبتين ناكامورا بلغ اليوم عامه الثالث والاربعين ويلعب حاليا مع نادي يوكوهاما ايفسي الياباني منذ الفين وتسعة عشر ويمتد عقده مع الفريق حتى يناير الفين وثلاثة وعشرين جورج مولينا حتى سن السادس والعشرين كان المهاجم الاسباني مجرد لاعب مغمور يدافع عن الوان عدة فرق بالدرجات الدنيا في اسبانيا ابرزها التي الذي تألق معه بشدة موسم الفين وتسعة الفين وعشر ما فتح له باب الانتقال الى ريال بيتيس ليقوده الى الصعود من درجة الثانية الى الممتازة في الفين واحد عشر ويسجل ظهوره الاول في الليجا وهو بسن الثامنة والعشرين بعد ذلك قدم مولينا مستويات رائعة مع ابناء الاندلوس قبل ان ينتقل الى ختافه في الفين وستة عشر ليواصل الظهور الجيد وفي صيف الفين وعشرين انضم لغرناطا حيث يلعب حاليا بعمر الاربعين وحتى الان خاض معه تسع وستين مباراة سجل خلالها ثلاثة وعشرين هدفا ثلاثة منها في شباك مايوركا بديسمبر الماضي ليصبح اكبر مسجل للهاتريك في تاريخ الليجا وربما كانت افضل لحظات مسيرته بنهاية الموسم الماضي عندما قاد فريقه للفوز على برشلونا بالليجا في كامنو بتسجيله الهدف الثاني في فوز غرناطا اثنين واحد ميلان باروش هدف امم اوروبا عام الفين واربعة وحامل لقب دور ابطال اوروبا عام الفين وخمسة رفقة ليفربول وبطل الدور الفرنسي مع ليون في نسختين ما زال يواصل نشاطه داخل المستطيل الاخضر النجم تشيكي بلغ عامه الاربعين ويلعب اليوم بعيدا عن الاضواء حاملا لقميص فريق فيغانتيس التشيكي الذي انضم له في صيف الفين وعشرين بعد مشوار حافل مع الساحرة المستديرة شهد ارتداءه لخمصان عدة اندية كان اشهرها ليفربول استون فيلا بالاضافة الى ليون وغالتاس راي المهاجم الارجنتيني الذي تميز بقصة شعر فريدة صنعت جزءا من شهرته الى جانب ادائه الجيد داخل الملعب بوروزو بلاسيو الذي شارك مع الارجنتين في نسختين لكوبا امريكا وثلاثة نسخ لكأس العالم كان بصفوف بوكا جونيورز بين عامي الفين وخمسة والفين وتسعة حيث قاد الفريق للتتويج بثمانية القاب وهو ما مهد له الطريق نحو اوروبا ليدافع عن الوان جانوا وانتر ميلان في تجربة جيدة بين عامي الفين وتسعة والفين وسبعة عشر سجل خلالها ستا وتسعين هدفا بصفوف الفريقين قبل ان ينتقل لبولونيا في الفين وسبعة عشر لكنه اكتفى معه بتسجيل عشرين هدفا خلال مائة واثنين وثلاثين مباراة وفي الصيف الماضي انضم صاحب الاربعين عام لبريشيا الذي شارك معه في ثمانية وعشرين مباراة حتى الان بدور الدرجة الثانية سجل خلالها ستة اهداف وصنع ثلاثة كازو يوشي مويورا اكبر لاعب محترف في عالم كرة القدم حاليا والملقب بالملك كازو يبلغ خمسة وخمسين عام ومازال يواصل نشاطه في ملاعب المستديرة حيث يخوض حاليا موسمه السادس والثلاثين منذ ان بدأ مسيرته عام الف وتسعمائة وستة وثمانين وسبق ليمويورا ان دافع عن الوان عدة اندية ابرزها سانتوس وبالميراس بالبرازيل جنوى بايطاليا وبعض الاندية باليابان محققا العديد من الالقاب والانجازات اهمها تتويجه كافضل لاعب في اسيا عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين الذي شهد فوزه مع منتخب اليابان بكأس اسيا والمثير ان العجوز الياباني قرر مغادرة ناديه يوكوهاما افسي ببداية الموسم الحالي لانه لم يلعب سوى ثلاثا واربعين دقيقة فقط باخر موسم وقرر الانتقال كمعارن الى نادي سوزوكا بوينت جيترز بالدرجة الرابعة والذي يدربه شقيقه دييغو لوبيز حارس مرماريال مدريد السابق والذي توج مع الفريق بثنائية كأس الملك ودور ابطال اوروبا عام الفين واربعة عشر كما حمل ايضا قمصان اندية ميلان اشبيليا وفاياريال ويلعب حاليا بصفوف اسبانيول منذ الفين وستة عشر حيث خاض مع الاخير مئتين وثمانية مباريات وقاده للصعود من الدرجة الثانية الى الليغا بالموسم الماضي ولا تزال مسيرته مستمرة مع الفريق الكتالوني بعمر الاربعين لكن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي مع توقعات لتجديده لموسم اضافي خواكين سانشيز بعمر الاربعين يلعب الجناح الاسباني موسمه التاسع عشر في الليغا كثاني اكثر لاعب مشاركة في مواسم بتاريخ المسابقة بواقع خمسمائة وستة وتسعين مباراة احرز خلالها ستة وسبعين هدفا وبنهاية يوليو القادم سيكمل خواكين عامه الاربعين لكنه لا يزال يرفض الاعتزال خاصة وانه يقدم مستويات مميزة مع ناديه الام بيتيس الذي يلعب له في حقبة ثانية منذ الفين وخمسة عشر بل وساهم في تتويج الفريق بكأس ملك اسبانيا مؤخرا كما حطم بعض الارقام القياسية هذا الموسم احدها بعد صناعته هدفا للفريق في مرمى زينيت بالدور الاوروبي ليصبح اكبر لاعب يصنع هدفا في تاريخ المسابقة كثيرون من عشاق كرة القدم يرون ان بقاء بوفون في الملاعب حتى عامه الرابع والاربعين حاليا لم يعد يمثل اضافة لسجله الكروي الناصع والحافل بالانجازات والتتويجات المختلفة لكن الحارس التاريخي ليوفينتوس ومنتخب ايطاليا يردد باستمرار ان عشقه للعبة هو ما يمنعه دائما من التفكير في الاعتزال وكان هو ايضا السبب في انتقاله بالصيف الماضي الى نادي بداياته بارما املا في مساعدته للعودة الى الدرجة الاولى اضافة لرغبته في اللعب اساسيا بعد ان سائم التواجد على دكة البودلاء في اخر موسمين مع البيان كونيري لكن حتى الان لا تسير الامور كما تمنى حيث يحتل بارما المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري كما تلقى بوفون 27 هدفا خلال 26 مباراة خاضها ومؤخرا ارتكب خطأا كارثيا كلف الفريق الهزيمة امام بيروجيا ويبدو ان جسده لم يعد قادرا على مجارات ما يدور في ذهنه ما قد يدفعه للاعتزال في وقت قريب بعد خمسة اشهر سيبلغ ايبرا عامه الحادي والاربعين لكنه لا يزال متمسكا بالبقاء على العشب الاخضر ويقول اشعر بالذعر كلما افكر في الاعتزال ولا اخطط له حاليا لا اريد التوقف ثم اقول بعدها انه كان بامكاني الاستمرار لسنوات اخرى لانني سوف اندم على ذلك طوال حياتي اريد ان العب لاطول فترة ممكنة وانا فقط من ساحدد متى اتوقف زلاتان ورغم الاصابات التي عانى منها خلال الموسم الحالي الا انه قدم مستويات جيدة خلال 24 مباراة خاضها مع ميلان اتسجل ثمانية اهداف وصنع ثلاثة ليساهم في تصدر الفريق لترتيب الكالتشيو حتى الان ومؤخرا صنع هدفا في الفوز على لاتسيو ليصبح اكبر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في تاريخ الكالتشيو علما بان عقده ينتهي مع ميلان بنهاية الموسم ولتزال الامور غامضة حول مستقبله بالفريق لكن الاقرب وفقا لمعظم الصحف الايطالية هو استمراره لموسم اخر مع تخفيض راتبه ختاما ما رأيكم باصرار هؤلاء النجوم على الاستمرار في الملاعب رغم تجاوزهم سن الاربعين وهل تؤمنون بمقولة العمر مجرد رقم؟ اشتركوا في القناة